سمنح الرحيم نقذ مرضو تطبيق تاني. لو انا عندي مثلا في الله عندي مثلا مع نانوبرتيكهز وعملي نانو كومبوسيت لو انا عندي ايه الشيط لو انا عندي كربو نانو تيوب لو انا عندي ماده عمتا مادة عادية او مادة نانو وعايز ايس خصائص لها. مثلا عايز ايس التوصيلة ايه الحرارية التعدل.هو انا عندي بوليمر معين وبعدين هحط وسطي اوك þ��انو بورتيكهزز بن الكوبر مثلا او من الكابها روكسايد واشوف هلو التوصيلة الكهربية التوصيلة الحرارية تحسنت ولا هتحسنتش فممكن نفس الفكرة ابني مسان دومه حكا هو ده اللي هيتم جوا منه الحسابات وبعدين اطبق هنا ابني المادة طبعا بتاعتي ووصلها لتلتميت كيلفن وبعدين اطبق هنا درجة حرارة عالية وطبق هنا درجة حرارة باردة واشوف سرايان الحرارة هيبقى عامل ازاي دي احد الطرق الموجودة وبعدين اطلع شفاية حسابات بقى منها فلازم اتعلم ازاي ابني الكلام ده وازاي عمله ووصله تلتميت كيلفن وبعدين ازاي يطبق بقى الهيت دي ازاي فهم البرنامج ان انا عندي الحتة دي فيها هيت باس سخت او هوت باس وعندي هنا كولد باس بارد وبعدين ازاي اطلب منه حسابات الثيرما الكوندكتيفتي الكوندكتيفتي حيباليها معادلات وهو بيشتغل هل يطلعها لي على طول الحسابات يحسبها لي على طول ولا يطلع لي بس صوت داتة اللي عنده وانا بقى احسبها في ملفات الاجسل لبرا اطلعها في الشغل بتاعي برا فانا عندي شوات كالكوليشنز بعملها بمحتاج يبقى فيه فاريبولز جهو البرنامج يبقى فيه متغيرات جهو البرنامج اه هو يعمل لي حسابات اللي انا طالبها انا عاملها الحسابات برا وهكذا كل واحد يبقى له فكره ولو ترتيب ولو دماغه دي لأبحاث ببساطة من ارياض مختلفة علشان ما حدش يقفل دماغه على فكرة انه موليكرا دينامج انا لازم اقراها للتطبيق متاعي بس لا كلهم كلها مدرسة واحدة كلها حاجة كبيرة واحدة والتطبيق ده بس سميسال عليهم يعني آآ تعال نبص مثلا حاجة زي كده ده شغل كاتاليسيز واحدة اقول لي ما اجيش ثانية واحدة كاتاليسيز ازاي هو انا ينفع يكون عندي تفاعل كيميائي يحصل مش احدى موليكرا ديناميكس دي كلها ملهاش دعوا بالالكترونز ملهاش دعوا بكسر البوند وتكوين بوند عندك حق الكلاسيكال موليكرا ديناميكس ملهاش دعوا بالكسة دي لكن في تطورات علماء بدأوا يعملوها علشان يدخل في الموليكرا ديناميكس طبعا الكلام ده من زمان علشان يدخل في الموليكرا ديناميكس فكرة ازاي تتكسر بوند وزاي تتكون بوند فممكن يشوف تفاعل كيميائي او ممكن يشوف كيميسوربشن كمان يحصل المادة على سطح مادة سوليد يعني مثلا غاز يحصل له او مثلا صابغة او حاجة في المياه يحصل لها على سطح مادة نيمة مثلا فتخلص المياه منها فده شغل مهالجة مياه او شغل كتالس ازاي كده الفكرة بقى كلها انت ازاي تفاهم البرنامج ان انا عندي وعندي وزاي بيتعامله مع سطح المادة دي وزاي بيتكسر البوند وتتكون البوند الجديد عشان تكون البرودكس بتاعتي فده بيهتك حاجة اسمه انه في معادلات فيها نوع من انوع التفاعل الكيميائي فيها نوع من انوع كسر البوند ده تطبيق متقدم شوية وتطبيق فيه فن وفيه فكرة بس موجود فحبت افاهمك انه بيحصل انه ناس ممكن مش لازم عشان تشوف تفاعل كيميائي تشتغل كوانتن بس ممكن الناس بشتغل على الرياكتب فورس فيل وده يبقى له وجاهها وده يبقى له حظ من الابحاث مع ثقة للكوانتن ميكانيكس انها مقفولة على الناس اللي عندهم سوبر كمبيوترز وع ضم يعني كمبيوترشناللي سورسة عليه لكن اه الناس واحد اب واحدة بدقوا يرجعو تاني خاصة مع انه فيه ناس بتبني او المعادلات دي بيبنيها من الدي اف تي بيبنيها من من شغل الكوانتن معادلات نظرية من الكوانتن يدخلها فشغل المعلوم الصناعة موجودة. بس في الاخر نفس الفكرة وانا يبقى، انا ببني مسلاً المستوى ده من النيكل وبعرض المستوى ده من بلولة النيكل هنا فانا يدخل إليها قياه ما كانت وأيما كانت واستان وطلاع قياه ما كانت والن يبتدي أت الرياكشن ده مثلا مع درجة الحرارة درجات الحرارة المختلفة. هنا بقى انا هوصله قوة عن تلتميت كيلفن. هتكريها عند خمسمية. هتكريها عند سبعمية. هتكريها عند تلتمية. هتكريها عند الف. شوف هو وصل بيها قوة الف ستتميت كيلفن. وهشوف بتاعت الرياكشن مع تبقى عاملة زي. واخد افهم ليه ليه الكونفرجن بتزيد مع الحرارة وليه مش بتزيد على طول وليه فيه معاناها المثالية. ده شغل البصيرة اللي انت ممكن تفهمها من المحاكاة على شغل الموليكولة ده. ثلاث? الحقيقة بعد كل الخطوات اللي طالك فوق دي فيه خطوتين زيادة. انا ما بتهملكش في كل التطبيقات اللي فوق. الخطوتين الزيادة دول الحقيقة يعني. انك تفهم بتاعت المعادلات. تبقى فاهم معادلات نيوتن للحركة وازاي بتتطبق. وازاي بيفهم تاعت كل موليكيول. وزاي بيعبر عن الموليكول في كل موليكيول. ده ان شاء الله نبقى نشوفه في او ممكن يعني تدرسه في كورس مع دكتور. لو انا حاولت عامله نقطع الخاصة وازن الله ربنا سهل مع الوقت ربنا يكرم ربنا من عمده. او انك تقدر تقرأ في كورس النظام. الحاجة التانية انك تكتب اكواد اه مفاش اخطاء مفاش ارور. تقعد قدامه البرنامج يبتدي يشتغل ويرن وياخد مثلا عشر ساعات يعني اتلاع لك كسابات وانت قاعد جانب وتقول الحمد لله الله معك الحمد الشكر مفيش ارور. الحمد لله. ليه? لانا بقعد قدام منه مسلا كل شو هي? ارور 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 مش عارف ايه مش لقيه وايه مش عارف انت عملت ايه وايه. فالفن في الحاجات دي انك تكتب كود مفوش ارور. تكتب سكريبت اللامبس مفوش ارور. ويبتدي يشتغل على كلاب. فيه ناس بتبقى فاكرة انه اقتر حاجة بالدهيقهم انه يعود ان السيميلوشن محتاجة مية ساعة. طي يعود يقسمها على كلاب ويعود له مسلا اصبعين لغاية ما ياخد النتائج. دي مش دي مش اكبر مشكلة. يعني اتأكد ان ليش دي اكتر حاجة. اكبر مشكلة بتقابلك انك تكتب كود صح. وعشان كده الجزء رقم تلاتة ان شاء الله اللي هي يمشي معك بالراحة خالص في الاكويت. انا عمل حسابي انه ايه ماشين تاتة بتاتة خالص يعني والله حاولتها بساطة على قد مقدر. هي في حاجات غزبا عني يعني البرمجة مش مش بتوقاش سهلة قوي الدرجات دي بس ايه? حاولت يعني الموضوع واضح ان هو انا ممكن اشتغل على اي برنامج ممكن اشتغل يعني ايه اللي يشجعني على الشغل ده? ايه اللي خلينا طلع ابحث من الشغل ده? ايه اللي خلينا نركز مع الموضوع ده? اولا لمس برنامج مستخدم بكسر. في شغل سولد ستيت. مع ان انا متلز خصوصا. ففي تيوتوريز كتير جدا عن نت. فانت تقدر تسيبك من ان انا عامله حتى انت تقدر تخش على تيوتوريز على يوتيوب وعلى اونلاين. وتنت تعلم نفسك البرنامج وتشتغل عليه انت في التطبيق المناسب ليك. فنظريا ده انت بتتعلم شغل بحسي مش مكلفك حاجة. خاصة انه كلاب فري. كلاب مجانا. خدماته اللي بيقدمها لك المجانية تقدر تستغلها بإذن لافق ان انت تطلع على تطبيقات بسيطة حتى. انت لما تعود لك مثلا عشر تيام. لغاية ما تعمل سيميوليشن وتطلع نقطة. انت في البحث مثلا محتاجها رفع خمس نقط. مثلا يعني. فاخدت لك شهرين بتصبر على كلاب وتطلع على حسابات والارقام وزبطت وتعلمت ازاي تطلع رسماته بتاعه. معنش زمينك اللي بيشتغل عملي بيطلع على البيبر فادي. ممكن يقعد له خمس ستة شهور في المعمل رايح جاي وحسابات وارقام وتكليفة وفلوس ومش زبطة معي برد. فانت حتى لو قعدت لك ثلاث اربع شهور مش زبطة معك واحد انت كأنك تستعلم عملي بالزبط. فاللي يشتغل رسالة نظري يشتغل رسالة عملي في الاخر الطريقين واحد تقريبا. بعكس اللي بيشتغل نظري لحد ما ده فكر وفن اللي يقدر يستحمله وقدر يكمل فيه هيتعلم ان شاء الله ومجال بحثي موجود. رقم ادنين انه الرن بتاعه رقم ثلاثة الرن بتاع تلاقص تقدر تتأسم. يعني انا بقسمها وببدل صابر معاها بانت لو صابور تقدر تأسم. كأنك بتحضر مادة على ثلاث اربعة ايام تروح لها المعمل. هي نفس الفكرة بالزبط. خاصة مع فن ان انت تختار التطبيقات البسيطة. زي شغل متالك نانو بارتكالز. اتبعك عن شغل البايو. مسلا شغل البايو صعب جدا. اه تختار الحاجات تلاقي بيبر سهلة او سكريبت مكتوب سهل وكويس. سهلة وصيارة زي ما انا هتطلق في في المصادر تحت الرسائل اللي انا رجعت لها والحاجات اللي انا تعلمت منها. الرسالة بسيطة وتريد تقلدها واحدة بواحدة وانت تكمل عليها خطوة زي تطلع منها حاجة. فيه ناس طلعوا رسائل ممكن مسلا لو انت فاهم انت بتعمل ايه تطلع نفس الرسالة على كلاب مسلا في شهرين. رسالة ماجستير من جامعة اوروبا بر. بس انت تبقى فاهم انت بتعمل انت ممكن تخد لها تاربع شهر قبل ما تفهم الديني. زي ما هو قاعد مسلا في الرسالة دي على قلل ستة شهر سنة. مسلا. ستة شهر منهم بيتعلم البرنامج. وبعدين ستة شهر كمان تطبق عليهم اللي هو يعمل. بس. آآ الرن ممكن تتقسم وتخد لها خمس عشر تيام وخمس عشر يوم مش مشكلة. آآ في آآ خدمات كتير جدا متقدمة زي ما قلتلك. آآ وفي سكريبتات بتبقى متاحة. يعني مش كل الناس بتكتب. تمام في الابحاث اغلى الناس ما بتكتبش السكريبت تمام وبتكتبكش الكود بالزبط وكاتب ايه وبيكتب لك النتائج والخلاصة خلاصة الموضوع. لكن في ناس كاتبين سكريبتات بتاعتهم سايبينها زي ما هنشوف ان شاء الله. فكويسا نقدر هتعلم منه. بعكس البيبرز اغلبها ما بيشرحش العملي مزبوط. يعني ما بيشرح لك العملي باختصار كده. وصعب توقف جنبه. لازم كنت تبقى واقف جنبه في المعمل لش هتعرفه عمليه. لكن هنا لو انت معك السكريبت انت كأنك كنت واقف جنبه في المعمل. الحد كبير طبعا. مش كل السكريبتات مكتوبة. حتى اللي كاتب لك سكريبت بيحط لك من المعمل. وزي ما بقولك احنا من قلق انا اشتغلت في المعمل فترات طويلة. بتقلد الفيبر ساعت ما بتطلعش معك. فالجزء جنب العملي هو مفيش تعارض ما بينهم. بس اه فكره حلو ومجال بحسي جديد. فاتمنى انه يعني اكون شجعتها كانبت ان شاء الله يعني تدخل في المجال ده لو لو انترستت فيه. هنكمل ان شاء الله الله وانا بقى مش عارف هنكمل شوية في الاساسيات ولا لا. لان انا اقفل بصراحة السلسلة على قد مادر من هي وسعت قوي بصراحة عدس بيتيوات كتير. وانا توسعت فيها شوية. لان والله عايز كل اللي انا عرفه عايز اقدمه. فتوسعت شوية في الموضوع. ان شاء الله نكمل على قد ما نقدر ربنا يسهل بسنا. انت كده كده نظريا انت جاهز تدخل لجزر رقم ثلاثة واحدة. لان احنا في جزر رقم ثلاثة انا ما افترضتش ان ان انت محتاج تكون سماعة سيوري معين. احنا